موسيقى القدس تيفي عيش الخبر أين أنا كنت أعلنت منظمة التحرير في مؤتمر صحفي لها عن المؤتمر العالمي الأول للأكاديميين الفلسطينيين في المهجر والشتات مؤتمر يهدف لتفعيل دور العلماء وإشراكهم في إسناد الشعب الفلسطيني بالعلم إنعقاد هذا المؤتمر العلمي الآن الأول للأكاديميين الفلسطينيين في المهجر والشتات يأتي بمبادرة من جامعة النجاح الوطني تقاطعت مع استراتيجية دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية التي تقضي ببناء جسور التواصل بين الجاليات الفلسطينية في الخارج وبين الوطن وتفعيل دورها في خدمة الوطن الأم ومن أجل استفادة من الخبرات والكفاءات لجنة تحضيرية عملت منذ عام لتنسيق دخول علماء فلسطينيين في المهجر للعمل على تشكيل رابطة أو نقابة تنظم عملهم للنهوض به وتطوير البحث العلمي والأكاديمي في الجامعات الفلسطينية قبول حوالي 60 عالم وأكاديمي فلسطيني من المهجر والشتات للمشاركة في هذا المؤتمر ولا زلنا نتلقى حتى هذه الساعة مشاركات أخرى ونتوقع أن يزيد هذا العدد في الأيام المقدمة إلى جانب هذا العدد سيشارك أيضا العلماء والأكاديمي الفلسطينيين في الوطن بكافة ساحاته الذي تحدثت عنها مشاركات علمية بالزياد وأوراق عمل ومحاور وأهداف حددت بانتظار مؤتمر العلم والمعرفة مؤتمر علماء فلسطين في العاشر من نيسان المقبل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر